بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فور بار سيكس هوكد بار ات ديسكنتونيوس اينز اكوردنج تول اي سي اي كود الفقرة 12.5.4 بنتكلم على الهوكد بار ايه المقصود بالهوكد بار انا ممكن هيبقى عندي البر بالشكل دوت ده بنسميه الستريت بار او البار اللي عندي بعمله خطاف في النهاية كده ده بسميه في الحالة ديت الهوكد بار طب ليه بنعمل الهوكد بار دوت اكيد في اسباب بتخلينا نعمل الشكل ده في نهاية السيخ الموجود بنقول في حالة ان السايد كافر او التوب او البوتوم كافر اقل من او يساوي اتنين ونص انش يعني احنا بيبقى عندنا دي بتبقى الكنات بتاعتك ده التوب كافر ده البوتوم ده السايد كافر فبنقول في حالة الكافر اللي عندي اقل من او يساوي اتنين ونص انش في الحالة ديت بنلجأ الى الهوكد بار ان احنا نعمل هوكد في نهاية البار اللي عندي خصوصا لو انا شغال في حالة الديس كونتينيوس اند على سبيل المثال عندي انا كانت ليفر اوه الكانت ليفر دوت انا بحتاج اعمل في الهوكد بار اللي احنا شايفينه دوت بنعمل الهوك فيه ليه لان احنا بنقول في الحالة ديت ان الكافر اللي موجود سواء كان في السايد او التوب او البوتوم اقل من او يساوي اتنين ونص انش دي المسافة اللي عندي اللي بسميها الدي اتش اللي احنا هنحط فيها الطايز اللي عندي او الستيرابس اللي مطلوبة في المسافة الدي اتش يبقى احنا هنستخدم الهوكد بار في حالتين الديس كونتينيوس اند لما يبقى عندي الكافر اقل من او يساوي اتنين ونص انش طيب في حالات عندي بستخدم ها طبعا ديت موجودة في الكود وممكن نبص عليها اللي هي في حالة الميكانيكل انكورش او الويلدد واير فابريك لما يبقى عندي شبكة من الحديد مستخدمة او البندلد بارز البندلد بارز لما يبقى عندي التسليح عبارة عن مجموعة من الاسياخ يعني تلات اسياخ مع بعض او اربع اسياخ او ممكن يبقى خمس اسياخ دي الحالة دي بنسميها البندلد بارز طيب كل كيس في الحالة ديت ليها كود معين اللي هو الاي سي اي اتناشر الفقرا ستة او الاي سي اي اتناشر الفقرة سبعة أو في حالة البندل بارز الـ ACI 12 الفقرة أربعة